أتعرفون ما معنى كتاب في لغة العرب إذا أردنا أن نعود إلى أصل الكلمة فهي مأخوذة في جذرها اللغوي من الكاف والتاء والباء الكتب هذا هو جذر كلمة الكتاب في علم اللغة للكلمات جذور جذر هذه الكلمة ما هو كاف تاء ب إذا أردت أن تبحث عنها في المعاجم أليس تبحثون عنها في الباب الذي يبدأ بحرف الكاف ثم ندخل في داخل ذلك الباب إلى فصوله المتعددة حيث نذهب إلى الفصل الذي تأتي التاء بعد الكاف وهكذا فجذر الكلمة كاف تاء بأ الكتب الكتب في لغة العرب تعني الجم وقيل لها كتابة لأننا نجمع الحروف مع بعضها فنشكل منها كلمات ونجمع الكلمات مع بعضها فنشكل منها جملا ونجمع الجمل مع بعضها فنشكل منها سطورا ونجمع الصطورة مع بعضها فنشكل منها صفحة ونجمع الصفحات مع بعضها فنشكل منها مصحفا نشكل منها كتابا سفرا قولوا ما شئتم فالكتب هو الجمع وحينما يقال كتيبة من الجند هي مجموعة من الجند قد انتظم موقفها فلا يقال لمجموعة مثلا من الناس حتى لو كانوا في تظاهرة في الشارع من أنهم كتيبة لأنهم لا ينتظمون بشكل هندسي مرصوف فيقال لكتيبة الجند لمجموعة من العسكري لمجموعة من البشر الذين هم عسكريون يقفون في صفوف منتظمة ويتحركون بحركات متناسقة قد دربوا تدريبا واحدا ويلبسون زيا موحدا ويحملون أسلحة متشابهة إنهم الكتيبة كتيبة الجند مجموعة الأفراد الذين يجتمعون بشكل متناسق ومهندس كذاك هي الكتابة الكتاب الناطق الكتاب الناطق إنه الحقيقة الجامعة بشكل منظم ومهندس ومرتب وكل شيء أحصيناه الإحصاء هو أن نعد الأشياء وأن نصنفها وهذا هو بالضبط ما يفعله المتخصصون في علم الإحصاء الدوائر الإحصاء في كل دول العالم وزارات الإحصاء مؤسسات الإحصاء ماذا تفعل إنها تصنف الأشياء ترتب المجموعات تنظم المتشابهات إنها تضع كل شيء في حقله الخاص وفي ضوء ذلك وعلى أساسه يتم وضع المخططات لإدارة البلدان وهكذا يجري الأمر في عالم التكوين فهناك مؤسسة الإحصاء إنها مؤسسة الإحصاء الإلهي أين مركزها الرئيس إنه قلب الحجة ابن الحسن ومن هنا في ليلة القدر يتنزلون من كل أمر وبكل أمر إلى أين إلى مركز الإحصاء في الوجود ما هكذا الروايات والأحاديث تخبرنا هذا هو الناطق عن الله وهذا هو الناطق عن كتاب الله من هنا نأخذ القراءة الصحيحة ومن هنا نأخذ التفسير الصحيح لا من سقيفة بني ساعدة ولا من سقيفة بني مرجعية بني نجف بني طوسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر